في تونس تتولى الانشقاقات في حركة النهضة حيث قدم 18 عضوا جديدا استقالتهم من بينهم قيادات في الصف الأول ليصبح إجمالي المنسحبين إلى الآن 131 عضوا وحمل المستقلون من النهضة قيادتها المتمثلة أساسا في رئيس الحركة راشد الغنوشي مسؤولية ترد الأوضاع استقالات لم تتوقف منذ سنوات في صفوف حركة النهضة لتصل إلى ذروتها في اليومين الماضيين فبعد استقالة 113 عضوا وقياديا دفعة واحدة من حركة النهضة جاءت استقالة 18 عضوا آخر لتوسع دائرة المستقلين استقالات اعتبرها كثيرون من نتائج التأثيرات العميقة لإجراءات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في يوليو الماضي قرارات الرئيس أدت إلى تفكك عديد المكونات وعلى رأسها حركة النهضة التي تأثرت مباشرة بهذا القرار باعتبارها قد أخرجت من السلطة ووقعت تحييدها نهائيا وبالتالي انفجرت في داخلها الخلافات سواء الخلافات التي كانت موجودة منذ السابق أو المجميع الانتهازية التي تعتبرها سلطة وانتهت وبالتالي لا مجال للبقاء فيها والبحث ربما عن مراكب أخرى ويبدو أن النهضة ذاهبة باتجاه التحول إلى نهضات عدة فعدد من الأحزاب والأفراد المستقلين منها سينشطون في الحياة السياسية ويبدأون تشكيل أحزاب جديدة إلا أن مراقبين يرون أن المجموعات والأحزاب الجديدة التي سيشكلها المستقلون لن تغير من ثوبها الأيديولوجي القديم تشضي النهضة سيؤدي إلى قيم حزب كبير نسبيا وحزيبات أخرى ربما لكن الهم من ذلك أن الاستمرار في نفس النهج الإخواني سيتواصل ولا يمكن أيضا حتى المراهن على المسألة الديمقراطية لأن من لم يكن ديمقراطيا في التنظيم الأم لا يستطيع أن يصبح ديمقراطيا بين عشية تنوضحها وتسعى حركة النهضة من خلال حلفائها إلى استرجاع الحراك في الشارع في محاولة لإحياء البرلمان الذي تؤكد جل المؤشرات القانونية والسياسية أنه مؤسسة ماتت سريريا مع منظومة دستوريا 2014 الاستقالات في صفوف حركة النهضة توحي بتخلي قياداتها عنها في خطوة تزيد من عزلة الغنوش داخل حركته التي أضحت عنوانا بارزا الآن من عنوين منظومة ما قبل الخامس والعشرين من يوليو بحسب مراقبين سيفدين العامري سكاي نيوز عربية تونس نزيد من المتابعة معنا من تونس الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور خالد عبيد دكتور خالد مرحبا بك معنا في النفذة المغاربية كيف نفهم نزيف الاستقالات المستمرة في النهضة هل هي بداية لنهاية الغنوشي أم نهاية الحركة ككل؟ تحياتي أستاذ سامي مرحبا هي في الواقع يمكن أن نعتبرها الاثنين في ذات الوقت باعتبار أن ما يحدث الآن داخل هذه الحركة إنما يعني أن زمن راشد الغنوشي الذي لديه السطوة الكلية على هذه الحركة قد انتهى وفي ذات الوقت مجرد أن يكون هكذا انشقاق وبهذا الحجم يعني أن حركة النهضة تعيش أزمة عميقة في العمق تمس حتى مهيت وجودها وهذا بالتأكيد ستكون له تداعيات جد سلبية على قدرة هذه الحركة سواء بقيت في ثوبها الحالي ممثلة في الغنوشي أو انتقلت في ثوب آخر ممثلة في هؤلاء أو غيرهم مدى قدرتها على أن تتمكن من أن تصمد على وقع الحراكة التاريخي الذي تعيشه تونس باعتبار أن هذه الاستقالات لا يمكن أن نفهمها فقط على أساس أن هناك رغبة مثل ما أسميتها في أحد المقالات بالحراكة التموقع داخل هذه الحركة وأيضا لا يمكن أن نفهمها فقط على أساس أن صراع أجيال بين الأب المؤسس ومن معه ضد البعض من هذه القيادة التي تعتبر أنها الأحقية في إعلاء صوتها أمام هذا الأب بل المسألة أبعد من ذلك بكثير وتمس بني الفكرية لهذا التنظيم دكتور خالد لماذا فشلت الحركة في إصلاح نفسها من الداخل كانت هناك عملية شد وجذب في السنوات الماضية بين السقور والحمائم بين الجيل الأول والجيل الثاني يعني لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد الذي يقفز فيه كثيرون من السفينة لأن هذه الحركة لا يمكن في نهاية الأمر أن يكون فيها ما تدعي دائما وتتعلل به أمام الرأي العام بسفعة مع الأساس أن حركة ديمقراطية ولديها النفس ديمقراطية ومؤسسات ديمقراطية وتطبق الديمقراطية بل ولوصل الأمر برئيسي حتى إلى أعلان بأن هذه الحركة تمثل ما أسمى بالإسلام الديمقراطي أو المسلمين الديمقراطيين لكن هذا كله مجرد دعاية خبرتها حركة النهضة للتسويق الخارجي والداخلي بينما في داخل هذه الحركة مسألة الديمقراطية والتشارك وإنشأنا الشورى التي يستعملونها أمر غير موجود بالمرة باعتبار أن رئيس الحركة يعتبر نفسه هو المرشد الأعلى هو الذي يقرر هو الذي يختار هو الذي يحدد السياسات وهو الذي يفعل ما يريدون أن يكون عليه رقيب أو تكون معه محاسبة ولهذا السبب نحن نفهم ما ذهب إليه هؤلاء باعتبار أنه ليس لهم من حل إلا ذلك فهذه الاستقالة هي استقالة ضرورية واختيارية ضرورية عفواً اضطروا إليها وهي افترارية ولذلك السبب ليس هناك من حل بالنسبة لهذه الحركة إلا أن تمضي قدماً في الهروب إلى الأمام مثل ما أسميته لأن هذه الحركة تعيش على وقع ليس تجاذبات الداخلية فقط بل أيضاً على وقع المتغيرات داخل تونس وخارج تونس إقليمياً ودولياً وهي تدرك أو جزء منها يدرك بأن زمن الإسلام السياسي أو عشرية الإسلام السياسي قد انتهت وبدأت هذه الأطراف في التحذير لما بعد هذه العشرية ولما بعد هذا الزمن من خلال محاولة الخروج من المركب الذي بدأ يغرق والبحث عن ما هي أخرى وهوية أخرى وشرعية أخرى من خلال تأسيس حزب آخر نعم دكتور وعلى ذكرك لهذا الحزب الآخر كما ذكر عبد لطيف المكي أنه ربما بسدد تشكيل حزب جديد وما إلى ذلك هل يمكن أن يحظى بالقبول لدى الطيف التونسي وهل يمكن أن يكون له حضوظ أساساً في المرحلة المقبلة داخل سدة الحكم أنا ذكرت منذ الأيام الأولى لحراك 25 وقرارات 25 يوليو بأن حركة النهضة ما تعيشها من انقسامات وغير ذلك إنما هو حراك التموقع وأن ما يحدث حتى وإن أفرز قيادة جديدة فإنها ستكون أكثر راديكالية من قيادة الغنوشي وحشيته وهذا يجرني للجواب عن سؤالك على أساس أن هذا نعم صحيح هناك توجه لتشكيل حزب هذا أمر هو واضح منذ البداية هناك توجه لاستنساخ التجربة التركية تجربة حزب العدالة والتنمية عندما انشق أردوغان في أنفيل واحد عن حزب الفضيلة حزب نجم الدين أربكان المؤسس هم يعيدون ذات التجربة باعتبار أنهم أدركوا جيداً أن هذه الحركة حركة النهضة يجب أن يقع إعادة رسكلتها من جديد بطرق أخرى وبوسائل أخرى وذلك من أجل أن تتمكن من أن تخترق مرة أخرى المشهد السياسي التونسي وحتى الخارجي على أساس أن هذه الحركة الجديدة التي خرجت من رحم الحركة الأم إنما تختلف عنها وهذا على مستوى العمل الديمقراطي وعلى مستوى الممارسة الحقيقية ولكن نحن نفهم جيداً بأن هذه المجموعة سيكون برنامجها الحقيقي والتي ستحاول من خلالها أن تستقطب من جديد جزء من الرأي العام التونسي وتتمكن من أن تخترق باقي النخبة السياسية هو معارضة حصرية لتوجهات رئيس قيس سعيد ولإجراءاته وخاصة منها الإجراءات الأخيرة التي تخذها يوم 22 سبتمبر أيلول الحالي وهذه هي إنشاءنا التي سيستعملونها كقميص عثمان من أجل إعادة التموقع من جديد داخلياً وخارجياً وبهيئة جديدة تكون أكثر مقبولية باعتبار أن المرشد الأعلى وهو رشد الغنوشي هو شخصية الأكثر إنشاءنا الأكثر أو الأكثر عدم رغبة في أن تكون موجودة لدى جزء كبير من التونسيين دكتور خالد هل سيعيدون تجديد أنفسهم في ثوب جديد على طريقة ما قام به حزب العدالة والتنمية الذي قام على أنقاض حزب أربكان أم سيكون هناك انشطار ونصبح أمام نهضات وليس نهضة في ثوب جديد هو بالتأكيد مدام قد حدث هذا الانقسام فإن المشهد سيتمثل في حدوث انقسامات داخل هذه الانقسامات ذاتها ليس في القريب العاجل لكن ربما في لحظات وفي فترات أخرى وهؤلاء الذين انشقوا لا أعتقد أنه سيكون لديهم ذات دهاء راشد الغنوشي وذات القدرة على المناورة والتراجع التكتيكي والانحناء أمام العاصفة مثل راشد الغنوشي على الأقل شق من هؤلاء المستقلين ليست لدي هذه المهارات الرياضية انشئنا في قدرة على التأقلم مع المعطيات الموجودة في الساحة ولذلك هم بالتأكيد سيستنسخون ذات تجربة حزب العدالة والتنمية ولكن مع المحافظة على طبيعة فكرهم وهو فكر إخواني لأنهم إن خرجوا عن هذا الجلباب الإخواني فإنما هي توجودهم تصبح غير ذات معنى ولهذا السبب الاعتقادي أنهم حتى وإن تبدلت وأصبحت هناك تسمية وتسميات نهضات في شكل آخر جديد فالفكر هو نفسه والممارسة هي نفسه وإن سيتم تزيينها وتزويقها من أجل جلب مرة أخرى كل الذين ابتعدوا عن هذه الحركة طيلة هذه العشرية والمهم قبل كل شيء وقبل أي كلام آخر أن الأشخاص هم الأشخاص والفكرة هي الفكرة والتنظيم هو التنظيم والإسلام السياسي هو الإسلام السياسي وسواء كان اسمها نهضة أو أي اسم آخر فالأمر لن يتغير إلا على مستوى الشكل الخارجي فقط شكرا جزيلا لك دكتور خالد عبيد الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك